السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشتوني من اخر فيديو قدمته بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي مشترك معاي من زمان وبشكر الناس اللي بتشترك جديد وبجد بدعولكم في كل وقت وكل ادان وكل صلاة ربنا يحميكم ويحفظكم ويخليكم ويبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب ربنا يخلي ولادكم ويحفظهم واتشوفهم كده يا رب في اعلى المراكز يا رب يا رب كده كل ولادنا اللي في السنوية العامة يا رب ينجحهم ويجيبوا اعلى الدرجات ويا رب يشفي كل مريض فيكم وما يشوفوا المرض في حياته تاني وانت يا رب يكفيكم شر المرض يا رب يا رب يا رب كده يا رب يرزق كل محتاج الزرية الصالحة بالولاد والبنات اللي يفرحوا يوم للبيت حواليه يا رب يرزق كل البنات يا رب بالزيج الصالح اللي يسعد قلبهم ويفرحهم يا رب ينصر فلسطين وينصر كل بلاد المسلمين يا رب يا رب. والله بجد بحبكم والف الف شكر. الف شكر والله بجد ربنا يخلكم لي ويكبر بخاطركم يا رب زي وبتكبروا بخاطر. بتعمل ايه يا موداليا النهاردة النهاردة يوم طويل معاكم ويوم كامل وخليكم انعمل اكلة برضا كده. على جد ليت في الاخر مش هكلفنا حاجة. كل يوم ان شاء الله بعملكم اكل توفير. عشان خاطر ايه? الستات اللي على جد حالة اللي بتقول ايه? ايه يعني فلوسي ما بتكفش وكده. احنا مع بعض اهوتي وكل يوم ايه نعمل اكلة حلوة كده. وعلى جد ليت. انا بعمل ايه الاول اه لمية الغسيل. وبعد كده الطيور بتاعتي. اه يعني انا قلت هنضف العشة دي. واعملها حلوة الاول كانت داية عليهم عشان هما كانوا سبعة. فخصوا واحدة بجانا اعزة بايتهم هنا. وكمان الجو شتا. خلي بالكم يعني اليمندول الجو شتا والحاجات يعني بتاخد برد وكده. فنحرصيه على حاجة قلت بجا هرواجها يا مفتاحة من فوق. اعزة سدها. وكراكيب اللي عليها كلها دي اشيلها اللي مالوش لازم ايه. هرميه. وهروط بجا فضيها. وسدها يعني كده توزبطها. المهم ان انا ادخلتهم الاول جوه عشان يطلع الوزتين. عشان خطر الوزتين ما بيحبوش حاجة. يعني معهم وكده. فانا قلت ادخلهم بس لما طلع الوزتين. وبعد كده هرواجها. وزبطها حلوة. واحطهم بجا بالليل بس. احطهم بالليل بس. انا اصلا طول النهار سايبها البطتين دول برا. والوز هو اللي حبسها عشان صوته عشان كده يعني. واللهم اصلي واسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم لو وصلتم معي لحدنا ما تنساش اللي كل ما اشتركش في القناة اشترك. اهاتنس بجا الحتة دي وارواجها. بص بجتي الناس اللي بتقول التومين التومين. اه على فكرة انا عندي تومين. بس بدي لحماتي. ليه بقى? ولازم حماتي تغب. لان حماتي اه عشاء وحماية متجوز واحدة تانية يعني ايه? متجوز اه 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 ام الاول كانوا تجار بهاي. يعني كانوا تجار مواشي. وكانوا بيصرفوا على بعض وكده يعني وجواوا كبروا وحماية راح متجوز واحدة تانية. فحمتي ايه اه زعلت ويعني ما طلقاش وكده يعني بس جاعدت ايه? مع انا احنا وفي بيت تاني يعني هو عنده بتين. في بيت تاني بقى جيت سلايفي ما شاء الله الله يعني سلايفي ايه? كطر يعني وكاه. ففي بيت تاني جاعدين في حماية ومرطه وعياله وسلايفي التانية. فجزء بيدي لازما كل شهر تدي ايه? لحماتي خمسة ومائة جنيه. واللي جاعدين مع حماية يديله خمسة ومائة عشان هو مش شغال. وكل ولاده لازم كل واحد يدي له خمسة ومائة في الشهر. فاحنا عشان فإن أختارنا ند بطاقة التومين هي تجيب بجا رز تجيب شيء جايت أخرى وباجيت اللي جاعدين معها كل واحد بيدي نحن جاعدين معها تلاتة وفي سلايف الباجين جاعدين في بيت حماية واختي اللي هي سيلفتي دي عندها بيت وحدها واجاعدة واحدة مش جاعدة معنا خالص ليه أختي محمود دي أختي يعني محنة الاتنين متجوزين في بيت واحد بس هي جاعدة معنا خالص كانت بيطة وحديها وليس مع سلايفه كانت سلايفه مع حماية ومرطه وحمايته معنا عشان ضررتها فلازم ان ايه؟ لو ما عطنهاش بتاكت التومين لازم نديها 500 جنيه كل شهر التومين اصلا ما يجيش بـ 500 جنيه واحنا معنا شاي 500 جنيه ندهم لها ندهالة وخلاصة الحمد لله حتى الناس اللي بتقولي ايه جيبي دجيج بالتومين يعني عندك تومين جيبي دجيج وجيبي رز وجيبي زيت وكده فلازم يعني نعمل الموضوع ده المهم اللهم صلي وسلم وزيد وبركة سيدنا محمد داليا كانت راحت عند البطة في نفس الفيديو اللي جيت جوز البطات دول بصوا اللي بيدي حاجة الحمد ربنا بيرزقه على طول ايه؟ بيرزقه على طوب سبحان الله ربنا رزقنا بالتالت بطات الاول ورجع اعطانا تاني بطتين اهم داليا الوقت كتت لسه رايحة تشوفها كتت راحة تشوف يعني البطة وكده تحط لهم اكل لهم راجدين لجيت مطلعة الجوزة وهي ما بتطلعهمش على بعض يعني بتطلع اتنين باتنين انا والله كنت باجول مش هتطلع تاني اصلا بس سبحان الله عشان انا عطت اللارب على البطات الصغاري اللي مرتاح اخيه راحت ربنا رزقني وعطتنا التاني اتنين اوه اللي السرق ده كمان يعني اللي السرق دي اما انا بعمل في البطة دي ايه عشان الجو برد اه الجفص طبعا صغير انا بجيب لندا بيضة ععفين لندا بيضة يعني مش لندا صفر اوه والجو حر لان المكان ديج لازم لندا بيضة عشان ما يعرجوش مني لو عرجو مش هيكبر فانا بجيب لندا بيضة عشان المكان ديج وهم اصلا ايه كانوا تلاتة بس كده ما شاء الله خمسة انا اصلا هنجيلهم في الجفص ذو الوقت انا كنت احط ديجة كده ولفها بكيس وحطهم بس انا هنجيلهم في الجفص بيضة عشان هم كده خمسة ومش هعرف احط الاكل والمية فاجيب الجفص الوقت واحطهم فيه وبردك نفس اللندا البيضة دي احطها برضو اوعد حطوا لندا صفرة لما يكون طير صغير او جليلة حتى ما يعرجوش والمكان صغير لو مكان كبير حطوا براحكم لندا صفرة لكن اللندا دي ايه ما بتاخدش كمان كهربا وما بتاخدش ايه اا يعني ما بتحرنش وكيه ده بتدفيهم وخلاص موم ان انا براوة جينا كده وجت واخدوا الكل من ده اخصلوا بامسح باجا الرخامة اللي انا مخترعها دي الرخامة دي انا اللي عام لها يعني مخترعها جايبة بلاستيكاية اللي هو الكيس البنبي ده والجيت برضا كاي بلاستيكاية تخينة كده عاملها زي رخامة يعني وعمل المطبق ديها زي رخام جلت باجا همسحه كنت جايبة مية همسحه عشان خطر ايه هنروح نطبق باجا ايه اكلها مع بعض كده حلوة بس ايه ورانا لسه شغل كتير الدنيا مكركبة فوق بعضها بصراحة هي العيل كده فجلت باجا هكنس وروج الاول في الاخر هنعمل الاكل بصوا هنا رواجت هنا المغطي هناك ده الفرن بتاع جارتي الحاجة طبعا مديان انا فرن ومديان فرن اللي اتنين شبع بعض بس بتاعها هي حطى اللي دايما مغطيينه ده وبتاعي انا حطى فجل مطبخ من فوق يعني فرن تاني حطى فجل مطبخ من فوق بس انا ما بشغلوش خالص عشان خطر ايه انا عندي فرن يعني والكهرباء غالية وكده وهي بردك ما بتشغلوش بس بتاعها ما غسلتوش بتاعي انا وما خدتو منها مسكتو ايه غسلتو غسلتو غسلة حلوة من الحجة ورحت شايلة فجل مطبخ من فوق بتاعها شكلو يعني مش حرو عشان كده دايما نيت لاجينو مغطيه عشان منظروا يعني مش حرو ان شاء الله في يوم كده بامسكو اخصلوه لها بدل ما كل شوية عمال اغطي فيش مال يمين هو فرن يعني كده بتاع كهرباء اه هي كانت مدياني هنا الفريزة ومديها هي بتاع التلاجة بتاع الامية دي فيه تلاجة بتاع طمية عندكم ايه في المطبخ مديها برضو الجارت اللي عيشة معايا ومديانا انا الفريزة ومديها ايه فرن ومديانا برضو فرن فالفرن بتاعي انا من ساعة مخدته غسلته وروحت شايلة فجل مطبخ من فوق بتاحها هي اللي حطها دايما بغطته لاكا شاحنا يعني انا جاعدين مع بعض كده اتي امهم اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد لو وصلت معي لحد انا ما تنسوش اللي كل ما تشاركش في القناة اشترك اه بغسل بقى الكولمن طبعا انا جبت الكولمن من جوه عشان خاطر ما فيش جوه طبعا اه مية ولا حنفية او كده لازم انا اشيله واجيبه واخسل وفده ايه واصبنه يعني واملأ وادخل عندي اجزازة برضك كده في المطبخ لما كنا انا مش فادية ولا مش هنا ولا كده العال بيملوها طبعا بخاف لا يشيله كل من يكسروا عشان تجيل وجاب لي كده كسروا الواح فدائما بيملو الجوزة دي ويكبها فيه وما يشيلوش لما كنا انا بشيل واخسل واصبنه واملأ دخلت هنا طبعا ايه هنضف قضة البنات طبعا الفوج المرتبة ديتي انا غسل المرتبة دي ومنضفها جاب لي كده ومخليها زي الفل وعملالها الوش اللي انتو شايفينه عليها ده طبعا المرتبة نظيفة وزي الفل بس هو الوش طبعا حميه عشان ما فيه السرير وكده طبعا الوش طبعا اللي لها حطها ده والله هي حميه ومخليها زي الفل فبراح ما نفضها ووفرش باجيه طبعا ملك بص الكاراتين اللي حطها كل الكاراتين بتعملك لما كاراتين وعملل بتلي العروسة وجاي براملة وعملالي يعني زي بجرة كده وعملالها غاية وعملالها كل ده في القوضة يعني بصو عملة جايبة طراب وحطها في كارتونة كده وعملالها بجرة وحطها لها الطراب والبتاع والكاراتين دي عملة زي بيت للعروسة وكده مم وكل الكاراتين دي بتاعة ملك اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد هل المنبجة واشلهم لنا عارفة اني اتدخلهم تاعة انا بصو بامسح وانضف وعمل وبصو جاي اتدخلهم تاني وتحطهم مكانهم ترسهم كده وتبدل تلعب بيه طبعا اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد السطرة اللي انا حطها ديتي دولاب ده بتاع واحدة تلتة كانت جاعدة معانا في نفس المكان وانا فرشال علي سطارة وما بنستخدمه شي يعني اه في باردك جنب المرتبة دي دولاب كده نحط فيه دم البنات ودومنا احنا برا في دلاب برا و Sybil بيهبع يجder في الأوضى بتاعتنا كا السطارة اللي هي ديتي конц halfway دلاب وراه بس مش بتاعنا في حاجات ايه بتاعة واحدة يعني وكا الدولاب بتاعنا احنا اللي هو كسد المرتب وبرا ال؞�ه بتاعتنا اللي برا طبعا هي دوا جز معلج هيدومو كده في مسامير عامل يعني بتاع كده واحدة فيها مش عايز يحطها في الدلاب عشان ايه ما يتعبش ويقعد يطلع وكا واحنا الدلاب بتاعنا برا اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه جميعا هنا باجا مساحة الوضة طبعا مسحة حلوة يا رب تفضل نظيفة زمانية كده ما يجيش ربع ساعة والجهة امر من الضفاء عادة العيال طبعا وبالذات ملك بنتي بالذات ملك بنتي تلم عيال الشارع وتجيبهم والكركب كل حاك هنروح باجا نطبخ هوتي بص انا كنت دحكة المعين وحطتها بره همسح باجا الحتة دي قلت اخليها بره باجا بدخلها بعدين وهمسح الحتة دي وهنجيب باجا الطبق هنطبخي باجا النهاردة اقتصادي كده ورخيص طبعا احنا كنا طبخين بط يعني مش محتاجين لحم احنا لسه كنا طبخين بطة والمبارح ومبارح لما خبست كان في الطبق وطبق ملوخية مع العيش يعني المحش مع العيش كده وجدانة يومي والحمد الله صباحنا النهاردة طبعا احنا كنا واكلين بط وواكلين رجاج بالفراخ يعني مش محتاجين اي فراخ مش كل يوم فراخ يعني ايه الحياة اقتصادية كده والحمد الله من كالكحش الحياة وجولي الحمد الله ونمشي على جدي هنطبخي باجا النهاردة انا كنت جايبة سبانغ بتسمع كنت جايبة فاصولية بعشرين جنيه انا عملتهم لجيتهم على 4 كياس يعني الكيس احتبر بخمسة جنيه وكنت جايبة طماطم عملت برضك مين هاي نص كيلو الشافشف دي بشين نص كيلو اه باشرة جنيه كده برضك كده عشر جنيه وخمسة جنيه فاصولية وخمسة جنيه طماطم على الجد به يعني انا مش الفاصولية مش نص كيلو لا اجلم النص كيلو عشان كده انا احطها لها نص كيلو طماطم وكده عملنا طبعا انا كنت جايبة الملوخية برضك اه كنت جايبة ال2 بخمسة مش حافلة التلاتة كانو بخمسة يعني عملته نص برضو. يعني يجول اتنين ونص. كده الاكلة بتاعتنا وهنعمل الرزة طبعا الرزة عندي زي ما قلت لكم ايه انا جايبات زي انتوا طبعا عارفين الرزة جيبته كيف. يعني موجودة عندي. والزيت موجودة عندي. يعني انا كده متكلفتش حاجة مش شاريتش حاجة من بره. هو الفصولية اللي انا كنت شاريها معاكم. والطماطم. هنعمل كمان بردك صلطة بالخيار اللي انا كنت شاريها معاكم. يعني بسطوا الحياة على نفسكم وكده ما تخلوش الدنيا مكلكعة. والحياة غالية مش عايزين ايه ندايج على نفسنا يعني ونقعد نقول مفيش ومش عارفة الحمد لله رضو. اه هنا عامل بردك نص كيلو رز هاو. عالى جدا ايه انا هامل نص كيلو رز. وجنبي صلطة وجنبي ملخية وجنبي فصولية. ولا لحمة باجة ولا اي تكلكع ولا اي حاجة. طبعا الشربة بتبقى عندي. انا لما بسلك حاجة بشيل الشرب. دايما كده بحط الشربة في الفريزة اللي عندي على طول الشرب. فبطبق بيها. ملوخية باجة بحط رز بحط اي حاجة بحط. اه كده مش نجسة للاحمة بلاها منها مش كل يوم باجة لحمة لحمة عشان ايه? الحاجات دي اصلا اللي غالية يعني الخضر رخيص. والخضر مفيد اصلا. هنا بصوا الملوخية كدت منجيها خدت شوية منه ما كدت منجيها وغسلها وعصرها زي ما بحصرها جدامكم كده في العصارة بتاع الغسالة. خدت منها بردك ايه? شوية هو هخرطهم. وهعمل منهم بردك. مش هعمل كل اللي بخرط ده كمان. هعمل منهم شوية واسيب شوية. اه جيت باجة هعمل سلطة جدامكم ايه. انا مش هعمل بردك كل الطماطم دي. انا هاخد ايه? كم حباية كده وقترها خيار. هتشوفها في الاخر هكترها خيار يعني مش احط الطماطم بردك دي. اللهم صلي واسلم وازيد وابارك على سيدنا محمد وعلى لي يا جمعي. لا اله الا انت سبحانك اني وكنت من الظالم. طبعا الرز انا حش الولعة واحطته على الفحم بس. طبعا الخشب اللي انا هشاله بدخن ده. وانا حطى الرز لما غلي حطته على الفحم بس وسبته. هنا الاكل بتاعنا اهو. ملوخية ما شاء الله ايتي والا والفاصولية والصلة والعيش. وكل دي ما كلفناش حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.